روايتك بتصنف أدب رعب مظبوط أدب رعب أنت بتكتبي في الرعب وفي التاريخ كتبتي رعب وكتبتي تاريخي كتبت رعب وكتبت تاريخ وكتبتي تاريخ مظبوط حبيتي إيه أكتر والتاريخ اللي اختارتيه كان فيه حاجة رعب برضو لما كانتش فيه حاجات ليه علاقة بالرعب أنا عملت يحدث ليلم في الغرفة المغلقة دي كانت أحداث حقيقية وكلها رعب منزل التعويزة أحداث وقائع حقيقية وكلها رعب برضو النوم الأسود وقائع حقيقية من كلية تربية موسيقية وكلها رعب بعد كده لما نقلت على التاريخ كان تحدي بالنسبة لي وكان خوف بصراحة كنت خايفة بس الحمد لله نجحت ومش على مستوى المبيعات بس على مستوى التأثر كمان من كل الأراغة تقريبا كانت عمرت أل داود وهي كانت بنتكلم على تاريخ مصر من 56 من أيام العضوان الثلاثي ل74 بعد ما انتصرنا فيها مسحة رعب بعد كده نبوء قصر السلطان ونبوء قصر السلطان بارلل تايمز في زمانين عندنا ما بين 2020 والكوفيد وما بين أيام السلطان حسن والوباء التعاون اللي كان موجود وفيها مسحة رعب لكنها برضو تاريخية الفرق ما بين أدب الرعب وأدب الجريمة من وجهة نظرك ككتبة ولا شايفة أنه لتنين واحد يعني الجريمة تصنف فيها رعب برضو ولا الجريمة لها معايير معينة وشكل معين في سياقها بشكل عام أو في كتابتها في أدب الرعب التمات بتاعة أدب الرعب معروفة يعني التمات الكتابة الجن العفريطة الشباحة الزومبي الدولز لكن أنا بعتبر الجريمة لها يعني عامل مهم جداً يعني في النوم الأسود كان فيه جريمة وكان فيه جريمة هي أصل كل الشرور اللي بتحصل في المبنى فأنا شايف أنه هما مرتبطين ببعض مرتبطين ببعض آه